أهلاً وسهلاً فيكي سنة عندنا أهلاً وسهلاً اليوم الطابع العام عنا هو الحلويات بالشتاء عشان ندفق صح؟ أهلاً وسهلاً شرفتنا طوالي ميسم تدخل من الموضوع حلق صراحة إحنا هالأيام عنا عيد الغطاس واللي هو منعمل فيه العوامة فأنا رتقيت بالجو والبارد والشتاء ندخل بالموضوع بس كمان حكيتين لي ميسم ان انت عامل ضيق وأنا بس أقسم بالله ما هأأصر وصحتين وعافية أهود ديت بدو ضل حيما؟ لا عالجاد رح أحكي لكم أنه أول شي فيه القمح البلدي وفيه الخميرة الطبيعية اللي بنحكي عنها دائماً فيعني شوية هالسكر يعني كلوهم اليوم بكرمات وكلو سكر يعني طبعاً لا لا عازم هي قت على الحتة دي لا 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 هي فكرة هذا اللي بيخرب هي قت على الحتة دي فهلا الطابع اللي عنا اللي هو الطابع اللي أكلنا البلدي اللي بنشوفه مرات بالعربيات كان زمان كان فيه طابع كتير حلو لما نطلع من المدارس بنشوفها السدورة اللي بالعربيات اللي بيبيع كربيج اللي بيبيع المعمول اللي بيبيع هايش فأنا اليوم أخذتكم شوية و رجعتنا عن جد بس الشرط في هاد انتي فوقات دايما تدو أغراضنا بصراحة اه أنا ذويق تبعا معك كوينز معك بريزة معك شيلن الله ما معاي فراطة أبدا هالمرة مع عنا نص ليرة ما قصاي هلأ اش حاطة هات نشوف سناء شو حاطة حاطة هون بريزة و هون كاتبة شيلن تعريفة بتاعريفة وين النارة؟ وين النارة؟ اوه هاي هاي النارة بالنون حلو هاي طبعا يعني احنا اظن التعريفة بطلت موجود بس معنا نص دينار من حاسبك نص دينار علينا احنا الثلاثة بطلت هذا زمان بس نص دينار مش معناه من قصاي قبل شوية من اللي عرب واللا سورقة كلنا ندور هلأ اقول لنا المحتوى اللي انتي بلتي اش المكونات هون بللشنا بالحلبة بطحين القمح كمان يعني معمولة بطريقة الخميرة مش ما فيها الكيميكال خميرة او بكت بودر وبعدين رحنا احنا عادنا ندوء طبعا هلا حدوء ايقاس لان فش ادرب صراحة بس لا بليز لا انتي مش ادرب احنا لانا الموضوع بيخرج عن استيضار هلأ بنشوف الوراق اه بالوراق اشوف السناء عندها بروتوكول للتضييف كمان اعتبرينوا في العين اه ايه سأذهب إلى الهرايس، الهرايس أيضاً معمولة، ولكن يدخل فيها طبيعنا السمن البلدي لا يوجد زيت، لذلك يجب أن تنضع سأذهب إلى الأشياء الفلاحي أكثر، وهو المطابق بزيت الزيتون وغطحين القناح هذا الأشي الذي يجب أن يتجرب، وفظيعة، وقسم بلا تسلم إديك فعاد، أنت أريدك هرايسة، أنا أشعر مياً ليلة هرايسة والله روحت للهرايسة سمن بلدي بقول لك يلا، لازم، هناك الأشياء يكون محشي جوز مع الغرفة والبهارات الخلوة وفيه أشياء سادة، يعني زي ما من خب يسلم إديكي أنا أريد أن أدوء هذه بعد ذلك، أزيت الزيتون يعني أدوءها في الورا عن شد أجاد هذه ليست محشية، إنها تكون سادة أسمعي، إذا أريد أن تغيري، هذه المحشية ستكون فيها يعني الآن نذهب إلى القراجيش القراجيش هي طحين القمح واليانسون كمان والسمسم وحبة البركة حسنا، لدينا أصابع زينب أنا أريد أن أحبها أدوء، عن جدرة رأي معك أصابع زينب، الذي ينسون نكتها الأصلية يعني كل شيء يريد أن أدوء عجيلي مختلفة عن الثانية ماذا فؤاد؟ عبر لكي ضيفتنا ماذا؟ لأنه الآن تريد أن تدوء الهجوب الحريس يجب أن تنضاع ولا يمكن لا، أنا لا أتكسف في الأكل، سأجدني أن تنطلق أريد أن تتكلم أنا معك هل معك؟ نحن سمعين نحن نتحدث عن أصابع زينب أصابع زينب أصابع زينب نكتها يجب أن يكون فيها ينسون وهي بعيدة عن الخمائر، لا يوجد خميرة ولا الكراكيش أيضا الآن نذهب إلى العوامة التي تدوغها معمولة من مبارح، ولكن القرشة هي هي يعاني يعني كأنها قلعة الآن يعني كأنها عوامة أصابع وهذه هي المعطرة بماء الزهر اللي أنا عملته يعني يعني اليوم بصراحة ما بتفوّر من صح التعبير يعني العوامة اليوم ملك السفرة نعم مرة ثانية بنقول أنه بلادنا الأردن الحمد لله يعني هي من الأراضي المقدسة ونهر الأردن موجود اليوم الحجاج يعني بتوافدهم من كل العالم بستعرف بسبب كورونا موسم الحج إلى المغتص اليوم فبالتالي المسيحيين بعملوا العوامة في هاي المناسبة كل سنة المسلمين والمسيحيين بخير طبعاً طبعاً يعني تعرفي سنة وأنت تشرحي طبعاً الكلام للجميع أنا صراحة تقديش هاي الأكلات اللي اليوم محضرة من حلبة من هريسة من عوامة قديش عمرها في بلادنا يعني أنا بعتقد أنها عمرها مئات السنوات مئات السنوات وحتى اليوم عمالها بتتجدد رغم أن المطابق عمالها بتتطور ودخل الأوروبي وبدأ هدا فن بحد ذاته الحلويات ولكن بقي شغل أجداد الأجداد الأجداد بجال موجودة على موائد والسبب أضيف فؤاد إنه مكوناتها بسيطة بسيطة ومتواجدة بكل بيت صح فإنه أي حداً بقدر يعملها وإنه ما فيه أي تكلفة فيها لكن هي فيها شوية التكنيك والشغل بس القمح من الأرض زيت الزيتون السمن البلدي يعني كل شيء موجود أنا حبي أدوء العوامة بما أنك عم تقولي أنه لساتها كثير زاكية أدوء الطبع كمان لا، خلاص هؤلاء هؤلاء يجب أن تجربوهم عندها هذا المطبع تعرفي ما زهر مبين طعمه مبين العوامه بشحي كثير شو في أشيء في مصر يشبه هذا الشيء سابع زيناء سابع زيناء أه والعوامة؟ واللقاء العوامة؟ أه، لكن أريد أن أفتكر سماء لقمت القاضي لقمت القاضي نعم تعملوها كثير هيا؟ يعني معروفة أكلة شعبية معروفة نعم ولكن الجزء لا تضيف لها أي نكات أنا أشتهادا أنه أول مرة أدوءها مكترة مع زهر بس يشحي النكة؟ لا، هو مركز مركز الماء زهر مركز أسلم إديكي سنعة شكرا إليك أعطيكي ألف حافك شكرا إليكي شكرا إليكي